طبعاً إحنا دائماً نتكلم عن الأسلحة الروحية طبعاً وهي الأسلحة أفسه الستة فيه أسلحة الدفاع وفيه سلاح الهجوم اللي هو سيف الروح اللي هو كلمة الله وفيه صلاة مصلين بالروح وأنا دائماً بقول فيه يعني مش أقل من خمس أو ست أسلحة اللي أنت بتنتصر فيها على العدو أول شيء الشيطان بخاف من الإنسان المتواضع الشخص المتواضع فتواضعه تحت يد الله فدايماً الشخص المتواضع هو مرعب للشيطان اللي عاوز السوبر سبيرتشوالة الروحانية العالية وكذا دول عرضة للضربات والتجارب السلاح الثاني اللي مهم جداً نستخدمه مثل ما تفضل دكتور ناجي هو أسلاح الكلمة سيف الروح سيف ذو حدين بقوة الكلمة إن قوة الكلمة هي التي تنتصر على العدو إذا الرب نفسه استخدم كلمة الله فماذا عليه محتاج أن أستخدم كلمة الله مشان هيك كلمة الله لازم تترسخ فيه تتمكن فيه تسكن فيه تسكن فيكم كلمة المسيح بغنان خبأت كلامك في قلبي كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك كلمة الله يسوع انتصر على الشيطان بالمكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد رد من كلمة الله ثم القوة الثالثة قوة جبارة جدا قوة الإسم دايما عند اليهود بيستخدمه بعزراتها الشين بمساعدة الإسم يعني هو بيتحايد ويذكر اسم الله بيخافه فدايما بقوله الإسم الإسم قوة الإسم فما بالك اسم الرب يسوع يخلص من الخطية اسم الرب يسوع يشفي من المرض اسم الرب يسوع يمنح الغفران اسم الرب يسوع يخرج الأرواح الشريرة يخرجونا الشياطين باسمه قوة اسم الرب يسوع استخدم هذا الاسم إسلاح الثالث لهو الدم دم يسوع اللي بيغطي دم يسوع اللي بيحمي وعلى فكرة الشيطان بيرتعب دايما من رسالة الدم ولسيما دم يسوع المسيح مكتوب وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت قوة الإيمان وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا من هو الذي يغلب إلا الذي يؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله امتلئ من الروح القدس قوة الروح القدس وطبعا قوة الصلاة وإذا أنت فعلا بتطبق هذه الأمور في حياتك أنت بتضلك ماشي في نصرة يسوع المسيح الرب يسندك ويساعدك ويمررك في الظروف والمحن ويعطيك نعمة خاصة اشتركوا في القناة